نحن الآن متواجدون محيط النقطة التركية في شير أمغار بريف حماء الغربي حيث يتوافد النازحون من مهجري سهل الغاب وقلعة المضيق نتيجة استهداف ميليشيا أسد الطائفية بشكل مستمر لقرىهم وبلداتهم بإمكانكم مشاهدة هذه العوائل طبعا انتشار في عدة مناطق محيط النقطة التركية هذه المنطقة تتواجد فيها قرابة الخمسين عائلة من قرى وبلدات سهل الغاب وقلعة المضيق بإمكانكم أيضا مشاهدة أماكن تمركز ميليشيا أسد الطائفية التي تستهدف جميع قرى وبلدات سهل الغاب هنا على الكاميرا كما تشاهدون أماكن تمركز ميليشيا أسد في قبر فضة والكريم وحواجز النحل داحد يا خيدي والله بجوز زبحنا البرز والله داحد عجان صغار ناسك سايح ناسة معلوقة داحد اللي يساعدنا ناس هضايل والله دبحنا والله الغزائف زبحتني يا خالتي متنى مشردين متجلين لا بيوت لا شي جاعدين بجوز شايف لا تحل لا شرب الله يساعدني يا خالتي الله يساعد والله استتعلات في البيت جاعدين ودحج عجاويننا وقدنا خرسان واني عاجزة وكي لك الله ومثل ما قال ما عدني شي بدني يلحظين داحج والله نهزمنا منظر واني نقبل جينا من الحويز والغزايف فوق هنا وجعنا علينا غزيفتين وجدت فوق انسرنا علينا الغزايف فوق المطبخ فوق البيت يعني فوق الخامة انسرت علينا الحجار وتعبت وجوهنا رمر وطفشنا وجينا لهنا